بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذابوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتبلوا وسغن الله والله وني هميل ذعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم فذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل والله بما تعملون خبير يوم أجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سياته ويتمله جنات تجري من تحتي الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم راطع الله وراطع الرسول فإن تبليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فيتوكل المؤبدون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاهذروهم وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده وجر عظيم فاتقوا الله من استطعتم واسمعوا واطعوا وأنفكوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلهون إن تقرضوا الله قررا هسني يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكر هريم عالم الغيب والشهادة العزيز الهكيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وعسل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يقردن إلا أن يأدين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحرص بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم أقيموا الشهادة لله ذلكم يعز به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويغضبه من حيث لا يحتسب ومن يتبكل على الله فوحسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله ييسن من المحيض من نسائكم من رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن فأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن هملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله ينذله إليكم ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعذم له أجرا أسكنوهن من هيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولاة حمل فأنفكوا عليهن حتى يضعن هملهن فإن أرضع لكم فآتوهن أجورهن فأتمروا بينكم بمعروف فإن تعاصرتم فسترزع له فرا لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفك مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فهاتبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاكبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم بفرا رسولا يتلو عليكم بايات الله بينات ليخرج الذين آمنوا من الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتي لنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أهاط بكل شيء علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبدغي مرضى أدواتك والله رسول رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العنيم الحكيم وإن أصر النبي إلى بعض أدواله حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض أنبع فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المقبلين والملائكة بعد ذلك وغير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أثبادا خيرا منكم مسلمات خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات عبدات سائحات سائحات سيبات وبكارا يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والتجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتدر اليوم إنما تزلون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله فوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم ويدخلكم جنات تجري من كحفها الأنهار يوم لا يحذي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نور لا مغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بغلغ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نور كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء ومقيل ادخل النار مع الذاقين فضرب الله مثلا للذين آمنوا ورأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين مريم بنت عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيه من رحنا وصدقت بكلمات ربها وقتبه وكانت من المقالقين سبارك الذي بيده المنف وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكون محسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماواتنا قباقا ما ترى في خلق الرحمن من سفاق فارجع المصر هل ترى من فتون ثم ارجع المصر فرتين ينقلب اليك المصر خاسيا وهو أسير فلقد زينا الثمى الدنيا بمصابيها مجعل لها رجوما للشياطين فاعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومكس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور فكادوا تميدوا من الغير كلما أنقي فيها فوج سالهم خذنتها ألم يأتكوا النذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا بكل ما نسأل الله من شيء إن أنتم إلا في غلال سبير فقالوا لو كنا نسمع ونعتل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسعقل لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وادر كبير فأسروا قولكم أبي جاغودي إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشئوا في ملاكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي دمور أمنتم من في السماء يرسل عليكم هاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أبا لم يروا إن الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصدير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غلور أمن هذا الذي يرضطكم من أمسك رزقه بل لجو في عطب ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم كل هو الذي ينشأكم ودعل لكم السمع والنبصار والأفدى فليلا ما تشكرون كل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذل فتنسيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كل رأيتم من أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن وامنا به وعليه سوكل فستعلمون من هو في ظلال مبين كل رأيتم من أصبأ ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نود والخلم وما يصرون ما أنت بنعمة ربك المجنون فإن لك لأجرا غير ممنون فإنك لعلى خلف عظيم فستبصر ويصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين فلا تدع المكذبين فالدوله تدهن فيدهنون ولا تدع كل حلاف مهين أما ثم الشاء من أميم من يعني الخير معتد أثيم أطل بعد ذلك ذنيم أن كان ذابال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير اللونين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمونها مصبعين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرين فتلاذوا مصبعين أن يردوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن هل جن عليكم نسقين فرضوا على حرق قادرين فلما أرعوها قالوا إنا نظالون بل نحن محرومون قال أوستهم لما كن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقول بعضهم على بعض يتلابون قالوا يا بيننا إنا كنا طاغين عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا أراغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعذبون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم الخيامة إن لكم لما تختمون سلهم أيهم لذلك دعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فاشعة أمصارهم طرحكهم غلة أقد كانوا يدعون إلى السجود فهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الهديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من نظر المسطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ما هو مكذوم لولا أنت داركه نعمة من ربه لنبذ بالأرائم هو مذنوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين فإن يكاد الذين كذروا ليغلقونك بمصارهم لما سمعوا الذكر ويكونون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحاقة ما الحاقة وما دراك ما الحاقة كذب الثمود عاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع لياد وثمانية أيام أيام حسوما فطر القوم فيها سرعا كأنهم أعجاد نخل خامية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبلهم والمهتفكات بالخاطية فاعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تظى الماء وحمل لكم في الجارية لندع لها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفق في الصور نفقة واحدة فحملت الأرض واليبان فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواكعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أتي كتابه بيميني فيقولها آه مقرأ كتابية إني غننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية كتوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا مما أثلبتم في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم موت كتابية ولما درما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهز على طعام المسكين فليس له اليوم هاح لا حميم ولا طعام إلا من رسلين لا يأكله إلا الفاطرون سلا أغثم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه نقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكهون تنزيل من رب العالمين فلو تقول علينا بعض الأقابين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عن محاجدين فإنه لتذكرة للمتقين فإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فتذبح باسم ربك العظيم سال سائل بعذاب واكع للكافرين ليس له مدافع من الله ذي المعارجة تعرج الملائكة دوروح إليه في يوم كان مقداره خمسين آل فتنة فاصبروا صدرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسل هميم هميما يبصرونهم جبت المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وتصيلته التي تبويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لواء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دايمون والذين في يمالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفكون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم هافظون إلا على أدواجهم أو ما ملكت أيبانهم فإنهم غير مدومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم ليماناتهم وعهدهم غارون والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مقربون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عظيم فيطمع كل أمرهم منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلق لاهم مما يعلمون فلا أفهم رب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبذل قيرا منهم وما نحن مسبوقين فذرهم يخوذوا ما لعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الجداف صراعا كأنهم لا نصدي يوفدون خاشعة أبصار ترهكهم ظل ذلك اليوم الذي كانوا يعدون إنا أرسل لا نوحا إلى قومه ينأنذر قومك من قبل أن يكفيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله مقتكم ويطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وصابعهم في آذانهم في آذانهم وستغشوا ثيابهما ثروا وستكبروا ثكمارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسررت لهم مصرارا فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضرارا ويمدتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا ما لكم لا ترجون لله مقارا فقد خلقهم طوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات اعتباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس صراجا والله أمتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجهم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها ثبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا فقالوا لا تذرن الآلهتكم ولا تذرن بدا ولا صباعا ولا يغوط ويعوق ونصرا فقد أغلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا غلالا مما قطيئاتهم أغرقوا فأذقلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يغلوا عبادك ولا يلدوا إلا فادرا كفارا رب يغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا ولا تذر الظالمين إلا تبارا كل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنه تعالى جد ربنا ما اتقذ صاحبة ولا ولدا فأنه كان يكون سفيرنا على الله شتطا فأنا غننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا فأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فذادوهم رحقا فأنه غنوا كما غننتم أن لن يبعث الله أحدا فأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرة شديدا وشهبا فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا راسدا فأنا لا ندري شر أنيد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا فأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائك قددا فأنا غللنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا فأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف بخثا ولا رهقا فأنا منا المسلمون ومنا القاسدون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسدون فكانوا لجهنم حقبا فالذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم باء ودقا من أفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا فأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن ندى من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله رسالات من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أتى إذا أروا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وددا كل النذرين قريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يذهب على غيبه أحدا إلا من اعتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدي ومن خلفه رسدا بيعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فأحاق بما لديهم فأحصى كل شيء أعددا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّرُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا بِنْقُسْ مِنْهُ خَلِيلًا أَوْدِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِي الْقُرْآنَ تَرْكِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلِيكَ قَوْلًا سَقِيلًا إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْنِ هِيَا شَدُّ وَطَأً وَاقُبًا مُخِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا قَلِيلًا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبثيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أصبر على ما يقولون بهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذمين أولي النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لَذَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا مَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم تردف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدنا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذهم وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفقر به كان وعنه مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء تقل إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثة الليل ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقرروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فآخرون يضربون في الأرض يبدعون من فضي الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأعاتوا الزكاة وأقرضوا الله ضروا حسنا وما تقدموني أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله وفور رحيم الله بك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله